بحثت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستجوابين منها ما يتعلق بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية وحقيقة صرف الحكومة مبلغ 3.8 مليارات دينار على حساب العهد وقال رئيس اللجنة أن أبو الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة ستضع توصيات خاصة فيما يتعلق بضمنات سحب أو إسقاط الجنسية لافتا إلى تنمس تعاون جاد من الحكومة حيال ملف العهد طلبنا سمو رئيس الوزراء وطلبنا منها التعاون ووضعنا آلية للعمل ووضعنا القضايا التي سنناقشها في الطرف المقابل مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية لتوفير الإجابات للجنة دراسة معاور الاستجوار قضية فكرة اللجنة لا نريد أن نبخس القضايا حقها نريد أن نصل فيها للحقائق وأنا أعتقد في كثير من القضايا سنكتب فيها ما توصلنا إليه من حقائق مثل قضية حساب العهد ثلاث مليارات سعمية مليون مثل موضوع أن في أرباح لجهات حكومية لم توردها عشرين مليار وقضايا أخرى كثيرة مثل موضوع سحب أسقاط الجناسي شنو الضمانات اليوم توفر للمواطن خاصة الحكومة صوتت مع رفض تعديل قانون المحكمة الإدارية